موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل نتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البرصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات الخميس آخر جلسات الإسبوع حيث تراجع مؤشر البرصة الرئيسي إيجيكس 30 بنسبة 69 من 100% ليسجل 10739 نقطة وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 54 من 100% ليسجل 2229 وواحد من عشر نقطة وامتدت موجة التراجعات إلى مؤشر إيجيكس 100 أوسع نطاقا الذي هبط بنسبة 62 من 100% ليسجل 32 وثمانية من عشر نقطة على صعيد القطاعات النشطة في السوق فقد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 22 واثنين من عشر بالمئة وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 13 وسبعة من عشر بالمئة أما قطاع البنوك فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 12 واربعة من عشر بالمئة هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركة المقيدة بالبرصة مستوى 671.9 مليار جنيها وسط تدولات كلية وصلت إلى 2.3 مليار جنيها وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البرصة المصرية اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد عبدالهادي خبير أسواق المال والخبير الاقتصادي أستاذ محمد بسالخير أستاذ محمد بسالخير أستاذ محمد بسالخير أستاذ محمد بسالخير بعد هذا التقرير سنواصل بالتحليل والأرقام مع الأستاذ محمد عبدالهادي خبير أسواق المال والخبير الاقتصادي بعد هذا التقرير دفعت عمليات جني الأرباح بمؤشرة البرصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع وسط عمليات بيع من المؤسسات الأجنبية والمصرية قابلها عمليات شراء انتقائية للمصريين الأفراد والمؤسسات العربية وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 671.9 مليار جنيه الجلسة اختامة نسبوع نهاردة شهدت شوية تراجعات بس ده علشان نحن كان فيه ارتدادة قوية جدا للمؤشر خلال الأسابيع الماضية فصعدنا بالمؤشر من 10-200-10-300 المستوى 10-850 فطبيعي جدا يحصل بعد عملات جني الأرباح اللي نقول انه هو كوريكشن يعني فواضح جدا انه داخل على مستوى 11 ألف بنت فبتبقى بالنسبة للأرقام 11 ألف الحاجات دي تبقى مقاومة وتراجع مؤشر البرصة الرئيس اي جي الثلاثين بنسبة 69 من مائة في المائة مسجلا 10731.96 نقطة وانخفض مؤشر اي جي اكس سبعين للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 54 من مائة في المائة وامتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر اي جي اكس مائة بنسبة 62 من مائة في المائة النهاردة شفنا قطاع الأغزية والمشروبات كان عمل نشاط جيد شفنا برضو قطاع العقارات بسبب خطة اعطل اعمار في العديد من الدول العربية شفنا قطاع الخدمات المالية بسيسناء البنوك كان عمل برضو ارتفاع في التدولات عشان خاطر نتائج الاعمال للربع السنوية وبدأت البورصة المصرية موجة جني الأرباح أول أمس بعد ارتفاعة قوية شهدتها خلال تعاملات ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك أسماء حسن أنيل أهلا بحضرتكم من جديد بنجدد التحية بالأستاذ محمد عبدالهادي خبير أسواق المال أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتكم جلسة الأسبوع آخر الجلسات كيف تقرأ ما جاء في جلسة اليوم من مؤشرات؟ طيب احنا عاوزين نقول بسببهم الرحيم أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا ببرنامج المؤشر نيل عاوزين نقول أن بالمناسبة يعني في البداية أن رأس المال السوقي كان قبل هذا الأسبوع كان أغلق عند 672.15 مليار جنيه أغلق النهاردة 671.9 مليار جنيه يعني رأس المال السوقي في خلال هذا الأسبوع ما تغيرش قوي وما ارتفعش حصل فيه سبات ولكن في خلال هذا الأسبوع حدث فيه تغيرات كبيرة جدا لو رجعنا بالورا كده شوية هنلاقي أن المؤشر العام للبورصة المصرية كان أغلق عند 10.100 وبدأ يرتفع لغاية 10.500 وارتفع عنها شوية قرب 10.700 وبعد كده بدأ يجرب عند 10.500 لفترة معينة ودي نقطة قوية جدا في المؤشر العام للبورصة المصرية وبدأنا الأسبوع الماضي فعلا المؤشر وصل وأغلق عند 10.760 بعد الأجازة بيبقى فيه إسراع بين الدببة والسيران بالمعنى الصح بدأت شهية المستثمر في الشراء خاصة بعد الاثمينان من هذه الأجازة الإجراءات الاحترازية التي تم إعلان عنها من خلال رئيسة الوزراء إجراءات مؤقتة حتى قال إنه هو المدة أسبوعين ثم مدها لمدة آخر شهر مايو وبالتالي حدث فيه نوع من أنواع الاتمنان المستثمر في ظل سوق منخفض الأسعار الأسهم الجديد بقى في السوق في خلال هذا الأسبوع اللي بدأ من يوم الاثنين الشيء الكبير اللي أنا بعقول عليه دايما هو أحجام التداول أحجام التداول لو طرأس حضراك إن يوم الاثنين كان منافس 1.6 من 10 مليار جنيه يوم الثلاث كان 2.1 من 10 مليار جنيه يوم الأربعة واحد وتسعة من 10 مليار جنيه النهاردة في 2.3 من 10 مليار جنيه أحجام التداول دي بالنسبة لي أنا مؤشر أو بالنسبة للمستثمر اللي هو لسه داخل بورسة جديد عنده لازم يحط عينه على أحجام التداول في سوق هاش أحجام التداول كنا احنا قبل كده كان 200 مليون و300 مليون ده كانوا بنقول عليه سوق هاش ولكن ما السوق ما بيرتفع فوق المليار أنا بيحدث حالة من حالات الطمأنينة أن فيه سيولة لأن ده هو السوق فعلا اللي بيحكم على المستثمر وبيشجع المستثمر إن فيه سيولة وبالتالي كان الملاحظ في خلال هذا الأسبوع بالفعل القاطع أحجام التداول المرتفعة في خلال تعاملات هذا الأسبوع وده دفع المؤشر الرئيسي إنه هو يغلق أرب 10900 لأن إحنا كان عندنا نقطة 10500 وأغلق فوق 10700 وإحنا عندنا نقطة 10900 سوم 11100 طيب أستاذ محمد أسباب الارتفاع ده إيه يعني خاصة أن إحنا رجعين بعد أجازة طويلة من عيد الفتر فالمفروض اللي كان المفروض يحصل العكس بعد أجازة طويلة بعد أجازة طويلة حضرائك المستثمر في خلال هذه الأجازة بيتركب الأجازات لأن إحنا عندنا صدمة كبيرة جدا في 2008 عندما قامت أزمة العالمية حدث فيه شكوك بالنسبة للمستثمرين في الأجازات وغالما كان كل أجازات كان المستثمر بيقول إيه هاشتري بعد الأجازة وبالتالي كان شهية المستثمر في خلال بعد هذه الأجازة كان شهيته قوية جدا أنه هو يشتري في السوق المصري وهذا ما وجدناه صحيح خاصة أن إنت حضرائك كنا في شهر رمضان كان أحجام التداول نوعا ما كانت ضعيفة شوية كان المؤشر مش قادر يكسر نقاط المقاومة وبالتالي بعد أنواع الستيبل واللي حصل في السوق المصري ده ينعكس على شراء المستثمرين وبدأت شهية المستثمر في الشراء أنا أعوز أقول لحضرائك أن الأسعار الموجودة حاليا بالمقارنة بالبرصات العالمية إحنا البورصة المصرية لم تحقق المستويات المرجوة منها حضرائك لو رجئنا بسنة وراء هنلاقي إن أزمة كورونا كان السوق المصري هي أثري في البرصات العالمية كلها ولكن لو تلاحظ حتى بورصة السعودية دلوقتي مرتفعة فوق العشر تلاف وتلتمية أمريكا 34 ألف كل البورصات العالمية بالمناسبة مرتفعة ارتفاعات قوية وحققت ارتفاعات أعلى مما كانت عليه في أزمة كورونا البورصة المصرية في أزمة كورونا لو نرجع للسنة في شهر اتنين كان المؤشر 14 ألف نقطة وبالتالي إحدى ما بنتكلم أن المؤشر العام ارتفع ارتفاعات قوية هذا لم يحقق ما المنصوب إليه إن هو يحققه في ضمن البورصات العالمية تحقق ارتفاع في الوقت الحالي ولكن مش ده الهدف بتاع مش ده الهدف فاندم بدليل إن أنت عندها حضرائك الأسعار الأسهم المصرية أسعار خيسة جدا كمية الاستحوازات اللي بتحدث في السوق المصري وخاصة بعد أزمة كورونا على كل القطاعات الخاصة بالرعاية الصحية ده بيثبت وبيثبت لي إن الأسهم الحالية الموجودة في السوق المصري لا تعبر تماما عن القيمة العدلة الخاصة بها وبالتالي إحنا لسه قدامنا كثير ولذلك حضرائك إحنا لو لحظنا إن بمجرد ما السوق بيحس اللي فيه شراء أو فيه سيولة دخلت بتلاقيه إن هو السوق بدأ يجري الواحدة بينتعش لغة جاري الواحدة ده لغة المستثمرين أو لغة السوق زي ما إحنا بنشتغل فيه ولكن هو ده الملاحظ فيه ما بتلاقي فيه أحجام تداول فيه شراء بتلاقي إن السوق بيبدأ يرتفع خاصة إن رئيس البورصة أعلن إن فيه شركة نزلت نارده أول يوم دي تاني شركة تم نزولها في السوق المصري دماء جديدة طبعا دماء جديدة طبعا دماء جديدة فاندم وأعلن إن فيه طرحات جديدة سوف تحدث في خلال 2021 وتنبأ رئيس البورصة أنها سوف تشهد 2021 ارتفاع قوي للبورصة المصري دي التروحات اللي كانت المفروض السنة اللي فاتت ولكن أجلت بسبب فيروس كورونا بالضبط يا فاندم أو أغلب الشركات دي كانت المفترض إن هو وفقا لبردامج التروحات ولكن إحنا كنا نأمل إن إحنا يتم طرح الشركة قوية زي التروحات السابقة زي بنك القاهرة وطفر يعني ولكن إنت حضرائك في ضمن هذا السوق المعبر عن الاقتصاد المصري هلا أنك أغلب المؤسسات العالمية بتشيد بالاقتصاد المصري زي فيتش زي مودس زي ستاندر النهاردة كمان فيه إشهادات عالمية فيه إشهادات عالمية بالاقتصاد ومعادلات النمو مرتفع حتى في الخطة الاستثمارية اللي أقرتها الوزارة دي أقرت إن معادلات النمو سوف ترتفع في خلال 2021-2022 وبالتالي لو إنت حضرائك بسيت لكل ده وإن عكاسه على السوق هنجد إن إن عكاس دي أسعار منخفض قبل ما أدخل على جلسة النهاردة أسألك الارتفاعات اللي حضرتك تكلمت عليها وعلى أسبابها هل ممكن تستمر في الفترة المقبلة ولا يحدث استقرار لا يا فندم إحنا لو بصينا لجلسة النهاردة هو ده جاني أرباح خفيف يعني جاني أرباح برضك أنا ما باعتبروش لإن فيه سيولة دخلت في السوق المصري في خلال اليومين اللي فاتوا في حالة من حالات الهدوء النسبة اللي حدث اللي إحنا شفناها في السوق المصري النهاردة وبتالي لقينا المؤشر 10,730 أنا أعتقد أنه دي تجمية للسوق المصري بحيث أنه ينطلق فيما بعد أنه لازم يجرب عند 11,100 وده أنا أتوقعه خلال الفترة القادمة إن شاء الله هل الفترة دي هالطول ولا ممكن في خلال أيام لا يا فندم دي إن شاء الله في خلال أيام أيام في خلال أيام في حالة سباة المؤثر الرئيسي اللي هو المؤثر الحاكم اللي غير الاقتصاد العالمي كله هو التأثير كورونا إذن يبقى إحنا بنبص للعامل الحاكم اللي بيحكم العالم كله في اقتصادياته هو كورونا إذا تم ثبات هذا المؤثر الرئيسي أعتقد أنه دي صعب خلال أيام لا أنا بنبص إحنا حضراك بنبص على المدى القصير والمدى الطويل أنا ما ببص في السوق المصري وأقول 11,100 يعني ارتفاعها ديفا ارتفاعها فيك ده ممكن حضراك لو بصينا المؤشر التلاتيني هنجد إن فيه سهم من أسهم القائدة اللي صاحبة الوزن النسب الأكبر اللي هو البنك التجاري لو طلق لغاية 60 أو 61 ده مش بعيد يعني ده مش بعيد ده هيرفع المؤشر التلاتيني تمام وده بيدي إنديكيتد لبقية الأسهم يعني فيه أسهم اللي هو الإيجي إكس 70 بجد إن السيولة فيها سريعة جدا يعني السيولة بتدخل بمجرد ما بحس إن فيه نوعا ما من أنواع الاستقرار ده اللي شفناه الأسبوع ده فيه استقرار نسبي في السوق فيه سيولة في السوق بدت الأسهم السبعيني تتحرك أكثر من الأسهم التلاتين النهاردة فندم التلاتين والسبعيني شايفهم إزاي؟ النهاردة النهاردة أنا شايف إن السبعيني شيء طبيعي تماما عند العشر تلاف سبعمية وتلاتين وبالتالي أنا شايف إن ده مستقر طالما فيه البنك التجاري مستقر عند السبعة وخمسين جنيه بالمناسبة صح البنك التجاري كان بارح عامل 56-20 وكان الأسهم كانت مرتفعة النهاردة ثبات البنك التجاري عند 57 والمؤشر الثلاثين عند 10-730 ده واضح كده أنه هو هنشوف خلال الجلسات القادمة هل هيقصر 10-700 يبقى احنا عندنا نقطة مهمة جدا في المؤشر الثلاثيني اللي احنا نبصه ونرائب وكل مستثمر رائب النقطة القوية اللي جدا 10-550 دي نقطة قوية هل هيكصرها ولا مش هيكصرها دي واضحة اوه في المؤشر الثلاثيني في خلال الفترة اللي جاية وانا اعتقد ان شاء الله انه هو هيقرب عندها او 10-600 ويبدأ برضك عند النقطة اللي هو 11-100 اما المؤشر السبعيني اللي بتدخل السيولة السريعة فيه بالمناسبة وكل مستثمر عارف ان دي اسهم المضربات اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاج ودي بيتباني السيولة فيها حتى في فيش طلبات الشراء الموجودة في الاسهم دي بتباني جدا وبتبقى واضحة جدا انه فيه سيولة المؤشر ده بالمناسبة كان هو النهاردة قافل فوق الـ 222 وطالما انه قافل فوق الـ 222 اهلك عند الـ 2229 وانا فوق الـ 222 انا في حالة من حالات الاطمئنان في هذا المؤشر المؤسسات يا فاند شايف المؤسسات والافراد تقييمك لهم في جلسة النهاردة بص حضرائك انا شايف انه وده في اي لقاء انا بتكلم فيه ان المؤسسات انا عاوز تغيير السلوك المؤسسي في البورصة المصرية لاني بعتقد ان المؤسسات بتتعامل نفس فكرة الافراد هيقولي لي تمهو ده موقن يقيم اللي بيدير هذه المؤسسات او بهذه السنة دي ما هي افراد ولكن برضا كالفاندم لازم بيبقى فيه وعي خاصة ان البورصات العالمية ما يسندها او ما يدعم البورصات هي المؤسسات الخاصة بها عندما اعلن الرئيس عن مبادرة الـ 20 مليار ودفع القيمة النقدية ما يقارب من حواله 3 مليار جنيه في البنك الاهلي وبنك مصر ده دعمت السوق المصري وبالتالي انا عاوز اغير سلوك المؤسسات ان هي تكون داعمة للسوق المصري بالمناسبة حضرائكم السيد محمد كان فكرة لازم احنا نعملها في البورصة المصرية وكل فترة هم بيعلنوا عن هذه الفكرة وبيعتراجوا عنها مش عارف او ما هي الاساسيات اللي احنا نعملها اللي هو بين كوسين صانع السوق انا البورصة المصرية لازم بد ان يحدث فيها صانع سوق لابد ان يحدث فيها صانع سوق ويتكون جاذبة في حالة انخفاضات غير مبررة في السوق ما انا اعطى حضرك طلبت هنا من خلال شاشتكم في خلال فترة كورونا ان يتم شراء اسهم الخزينة ودي كان الفكرة على اساس ان دي تكون داعمة ان الشركات دي هي فعلا اللي تكون داعمة لأسهمها وده حدث ان فعلا اغلب الشركات بناء على المطالبة اللي انا طلبتها ان بدأت الشركات والبورصة بالمناسبة لها اخفل والرقابة ان هي اهتمت بحسف كل شيء المعاوقات الخاصة بالشراء اسهم الخزينة وتم بعد الاعلان عن تقديم مستندات والروتين الذي كان يحدث بل بالعكس اتحت لها عندما يتم الاعلان عن اسهم الخزينة يتم الشراء في نفس اليوم وبالتالي انا انا عاوز اقول اني لابد ان يكون في دعم للسوق المصري في حالة اي انخفاضات واعتقد ان دا ان شاء الله يكون في الفترة المقبل سؤال الاخير افندم توقعاتك لجلسات الاسبوع المقبل يوم الحد اللي جاي جلسات الاسبوع المقبل احنا لازم نراقب العشر تلاف وسبعمية بالمناسبة هل هو هيقصرها هل النهاردة جلسة النهاردة هو جنيه ارباح للتقاط انفاس خلال الجلسات القادمة ما فيش اي مبرر للانخفاض بل بالعكس احنا عندنا السوق الفترة اللي جاي المفروض يبقى سوق قوي هنرأي بالعشر تلاف وسبعمية بالنسبة للمؤشر التلاتيني بالاخص اعتقد انه هو قدامه لغاية ال11000 وال11100 اما المؤشر السبعيني اللي هو ال20029 اعتقد انه هو ان شاء الله هيبدأ برضا في مرحلة الصعود مرة اخرى كالعادة ممتع استاذ محمد عبدالهادي خبير اسواق المال شكرا جزيلا لحظة شكرا انفادة مع هذه المعلومات القيمة مشاهدينا الكرام الكرام دي كانت حلقاتنا النهاردة في مؤشر النيل الاحد المقبل باذن الله حلقة جديدة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة